أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم وحلقة جديدة من برنامجكم المدير الفني الحقيقة طبعا كلنا بنرحب وبنسعد باللقاء نجمينا الكبير نجمينا نادر أهلي ونادر إسماعيلي ونقاولين العرب وننتخب مصر وعضوا اتحاد الكرة السابق وعضوا لجميع الفنية اللجنة اللونبية وعضوا مجزة دارة لجميع اللونبية وعديد من المناصب اللي هو هيفكر نجا دلوقتي كابتن حمدا مصري كابتن حمدا أهلا بيك أهلا بيك يا أستاذ أشرف وأنا سعيد جدا بيك وأنا طبعا بقولك حمدل على السلامة والله يسلي برو خير والمشرف لإعلام المصري وإن شاء الله بيزل هتبقى إضافة كبيرة جدا للرياضة وريرير إن شاء الله كبتن خير يا كبتن حمدا إحنا بنسعد بيك دايما وعشرة طويلة طبعا وإنت طبعا دايما من الرشوش المشرفة لنا ومسعد دايما بيهم وأنا بص هندخل على طول في الملفات عشان وجودك كي يخاب الملفات الكتير الكتير من الجماهير بيسأل عن أسئلة كتيرة فيها أرجو إن شاء الله أنت هتدهبنا عنه إن شاء الله كل اللي هنسأل عنه إن شاء الله قل إنت لئبت في الأهلي في الثمانينات في الثمانينات طبعا ثمانينات إن أنا في التسعين بطلت تسعين بطلت طبعا كنت إسماعي دي ومأولين عراض بالظبط لعبت عصيرت الخطيب في المرعب طبعا عصيرت كضد وكمنافس وثم زميل وإنت بترعه جنب الخطيب جميل بص بعيدا على الفنيات طبعا فنيات الكبتن الخطيب حاجة محترمة جدا وطبعا مش هنتكلم على أمكياته القدراته الناس كلها عارفة أمكياته لكن الناس ممكن تعرفش أخلاقياته ومدى وده يعني من قبل حتى ما روح الأهلي كنت أنا ألعب بعد الإسماعيل روح تلمون العرب فأنا أجي فرحي كان عملته في المؤون العرب اللي كان قايميها السبتة الثمانين كاسوبة أفريقية خطيب ساب المعسكر وجال يعني كابت الخطيب ساب المعسكر وجال للفرح وطبعا دي بيعنيلك إن الرجل ده رجل ذوق جدا مجامل جدا يعني محب الأصدقاء فمره تلك زمان الخطيب ده الألفة بتاعنا طبعا تعجيل طبعا هو أستاذ الدين لا فيش كلام يعني قبلك هو كنجم أصلا مش أي نجم النهاردة يوصل للمكانة دي صح يعني فيه جوم كده جدا صح إنما هو حافظ على النومته بشخصيته بأخلاقياته بفكره بترتيبه تعاونه مع زميله التعلم من الآخرين فهو أنا شايف ما شاء الله هو حاجة صورة مشارفة للنادي الأهلي صورة مشارفة للرياضيين طبعا هو طبعا وجوده بدي دفع الناس تانية يكونوا رياضيين يكونوا في مكانها فهي نموذج جميل جدا للموذج مشارفة كده 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 بقولك إنت لعبت على اتنين بيتصفوا بنفس المواصفات تمام وأقرب اتنين ترشحوا لإفريقيا كابتن خطيب وكابتن عالبو جريش كابتن أهلي ده قصة ثانية خالص ما هو على فكرة المنهج واحد كابتن أهلي طبعا أنا طلعت التربية في الإسماعي مين القدوة بتاعته؟ مين الناموذج بتاعي؟ كابتن عالبو جريش يعني أنا كنت صغير وكابتن عالبو جشة كابتن مصر وبعدي قبل ما يبطل لعبت معا كابتن أهلي مجريش فبالنسبة لي أنا طبعا في حلمي يعني أنا النهاردة الراجل ده اللي كنت أنا بلعبه روحه يشجعه وأنا صغير يلعب جميعه وبعدي كده يبلعب جنبه طبعا كابتن هالي ده كان بالنسبة لنا يعني نموذج قدوة بروح أقبهر به لدرجة مرة من مرات فيه جابه مدرب أجنبي يمسك منتخب مصر ما كانش بلعب كابتن عالبو جريشة فكان فيه ماتش ودي منتخب مصر بلعب فرقة ده بابي ولا كرامر بابي ولا نونكوفيتش بابي ولا نونكوفيتش الصفر الفطر القعد فيها كابتن علي هي ما بين بابي ونونكوفيتش تحت 77 يعني كنت أنا أصغير بقى وهو ما كانش بلعب فانا رحت مقصوص في ماتش دا ودي ده عدت ورا المدرب في النادي الزمالك وكل حاب بقوله عالبو جريشة عالبو جريشة انا ناشف الإسماعيلي وده كابتن بتاعنا وده الفكهة بتاعتنا وجوده بالنسبة لنا متعة فانا طبعا الكابتن عالبو جريشة وكابتن عالب جريشة وكابتن ساد عبد رازق هم دولة اللي حاببوني في الكورة ده شيخ العرب هم دولة هم دولة اللي حاببوني في الرياضة ان طبعا احنا مطلع جنة يلعب بعد 67 فما شوفناش على الإسماعيلي إنما لما تواجدنا مع الفرقة يعني بنشكرهم ضمونا للفرقة أول ما عاشنا معهم شوفنا قدي قيادة وشوفنا قدي الإمكانيات وشوفنا قدي الناس دي محبة للرياضة وقدي بيخافوا على زميلهم طب ما فيه حاجة حصلت في الملعب بينك وبين كابتن عالي كابتن عالي فيه موقف جميل جدا كل مره بلعب منتخب السويس فالكابتن عالي ليه كدوة كده يعني شخصية في الملعب انا اقولك اعمل حاجة تعمل ما فيه شوف تتكلمش فكان فيه لايه باسمه زاكي الرومي زاكي الرومي ده أخو حماده رومي الله يرحمه كان في الإسماعي فزاكي كان بلعب انجران فزاكي كان غير موفق تماما في هذه المباراة كل كرة تيجي يا زاكي تقلش وكده ففيه كرة لعبة من هندي لعلى كابتن عالي بوجريشا راح جيبها جون بدماغه فما جابها جون بدماغه زاكي كان قف صايف كان مشارك في اللعبة وكنا بقى ماتي في السويس وكده فا جاء الكابتن عالي يا زاكي نايم نايم ومسحدش انا بكرة في يا زاكي كابتن عالي يعني كان ليه كان ليه مكانة اما احنا كنا ولاد صغيرين يعني في الفرقة وكان بقى حازم وعماد ومنصور حافظ والمجموعة بتاعتها دي لما كان يخش يقوضة بس يقول ناموا ننام وكان لعيب يعني كابتن علي كان لعيب بس هو لحي حازم وعلا طبعا مع نعيبنا صغرين يعني كابتن علي كان خلاص بيعتزل أو بيبطل يعني التركيبة بتاعت قدام كان كابتن سيد وكابتن علي وكابتن مصابة خليل احنا بقى كان نحصل للوقات دخلته ازاي بقى احنا بقى كنا بنحصل كده حازم وعماد كان بيلعبه في نص ملعب وانت رأس الحار؟ ما انا مستني بقى اه مستني الزغلول الكبير فقلتلهم باي طيب لعبوين في اي حتة لعبوين في نص ملعب طبعا انا بلعب بدمغي كويس لعبوين اي حاجة عاوزة لعب فطبعا انت بتكلم على كابتن مصر مين كان المدرر كابتن شيحتة او مين؟ كان فترة كابتن شيحتة ولا تومسون وفترة كابتن صلاح بوغريشا وكابتن مصر تومسون انا مصر تومسون كنت بلعب اي يعني فترة كابتن شيحتة كنت بعد احتياتي على طول كانت لسه اي كلام ده بتكلم اه الكابتن صلاح بوغريشا كنت بنزل على استحياء اسامي احصل له حاجة مش عارف ايه انا ننزل لكن الكابتن هالي طبعا عشرة بلاحتي اول ما الكابتن هالي بطل انا خدت رقم عشرة على طول يعني ده طبعا الكابتن هالي كان بيزبالي وبعدين قلت بقى انا كابتن انا بوغريشا اه طبعا تطبخ شخصية فلعبت بقى يعني راسي الزهبية وكابت بقى كده اه سعيد جدا بالفترة اللي كنت في اسماعيل اه نادي طبعا قدرت فيه من سبعين واحد وسبعين مش اكمل اسماعيل مثلا ثلاثة وتمين ارواعة وتمانين فترة جميلة جدا بالنسبالي فترة الازدهار والنمو والفكر والترتيب حاجة حاجة كانت ملاحة شخصية انا متأفاكر انا بحكات في اسماعيل واضح وبعدين كل واحد في اسماعيل الانهاردة من النجوم الاسماعيلية ليه فضله عليه بدأ امان كابتن شيحة الله ارحمه كابتن اميره كابتن انوس كابتن عربي كابتن ناصر السيد كابتن سيد حامد كابتن طبعا عالب الجليشة كابتن ساد عبد الرازي كل النجوم اللي هم كانوا موجودين في الفترة دي كلها كل واحد يبصم معاي يعني حتى مدرب النشين كابتن محمد عثمان طبعا المهندس عثمان عمد عثمان محمد عثمان ده عاجة يعني تاريخ تاريخ طويب وطبعا عثمان بيه المعلب وكل واحد فيهم كان ليه دور معي جميلة اسماعالية طبعا مفيش شك طبعا يعني جميلة عطاقة يعني استقبلتنا كناشئين صغيرين بمنتهى الاحتضان ومنتهى المحبة فانحكس علينا طبعا في الملعب مفيش كلام بس انت عاشت قولنا سيدة عبدالرازمة كانت سيدة مفيش مرة نكشك في حاجة مرة شخط فيك في حاجة كانت سيدة الغد واتي حبيب واخولي اخوة كبير طبعا واخده يعني حاجة عظيمة جدا وبعدين وانا في الاتحاد الكابتن سعبازي كان رئيس قطاع قابل القناة وانا رئيس اللجنة الفنية فخبالك انت بتمر عليك حاجات تير جدا يعني انت اخوتك الكبار يا الله ارحمه كابتن شازلي وكابتن هومر عبدالله النجوم دول كلها نجوم كبر جدا بالنسبة لك انت وكابتن فاروق احفر وانا رئيس اللجنة الفنية وانا في الاتحاد فبعد انت تقولهم انتوا الكابات بتاعتنا بس المنصب ده جالي كده وانا يعني انا وهم اكيد فهمين طبعا فهمين بس لازم طبعا يعني الواحد يتعامل معهم بمكانتهم وضعهم الطبيع انت كمان ما انت ليك تاريخك طويل وانت ليك تاريخك طويل بس الاحترام ماجي مفيش كلام مفيش مرة قالك ايه شوك ناسيبك احنا كنا بنزدارهم الشباب الصغير اللي بتربى في النادي فنظرته هي هي مهما تبرت وشايفك كده اهو لا انا غد دلوقتي ان كابتن عالب جيش وكاب سائد بتعاملونا احمدها المصري اللي هو الناشئ بتاع الاسماعيل اللي هو كان اكبار واحنا صغارين انا شايفك بلوقتي وانت واقف مع كابتن شاو عبدالشافي وتسلم على بعض شايف نظرة الشبل اللي بيدرب المدارب بتاعه وحاجة غريبة جدا شوفوا بتكلم كابشاوة انا شوف بقى حاجة غريبة يعني شوف كابشاوة انا في الاتحاد يعني كنت رئيسي لك ده وكابتشاوة كان موجود يا خوا ربيا اه والله فانت عندك مشكلة بقولك يعني انت كل زمالك او يعني الناس الكبيرة المحترمين دولات كانوا معاك وفي نفس الوقت كانوا بنزبه لك انت يعني حاجة كبيرة بقول لك انت في الاتحاد بتقود المجموعة دي بس بيقودها القيادة كانت بشياك يعني انت النهاردة كياسة ولا باقة طبعا تفاهب البعد ده بالظبط انهم دولت كانوا نزبه لك ايه لما تقعد مع كابتشاوة بلازا وكابتن بتاعك لا مش تدخل اليوم وبعدين تدخل مكان يقول لاذا لا ده كابتشاوة وكابتشاوة ونحن صغرين بعد كده خدوا كاس افريقيا يناير تسعة وستين يناير السبعين السبعين اه انا كنت باجلي وراهم اه يعني كان بعد حرب السبع وستين انا اصلا من السويس يعني بعد حرب السبع وستين احنا ساكننا في عمارات عصمان فالكابتن علي كان نركب عربيته بعد حرب السبع اه انا كنت في الاسماعيلي ولا كنت في حاجة خالص لكن شفت دولت باجلي وراهم عشان سلم عليهم فتخيلت بقى دولت في يوم الايام حاجة يا خليب تجيبوه زميلك طبعا مع اختلاق وبعد في يوم الايام تبقى انت رسل لجنة فنية وطبعا دولت من نسبة لك الكبار فانت بتتعمل معهم لا طبعا انت اولان برضو كنت منك مكبير وليك تاريخك وهم اكيد اخصانوا متخيل شكري كابتن سير عبدالازم قبيبي طبعا 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 نفاصل قصير ونرجع على المشاهدين ونكمل مع حضراتكو برنامج كومدير الفهم